أي مجتمع لا يوظف طاقات شابة هو الخاسر والمشاركة السياسية لا تنفصل عن المشاركة الاقتصادية هذا ما قاله رئيس الوزراء عمر الرزاز الأربعاء خلال اجتماعه مع مجموعة من الشباب تهدف لتمكين الشباب الأردني بالحياة السياسية جدا مهم اللي اتفضلتوا فيه انه يكون فيه شيء عملي اولا هاي فيه برامج عند الحكومة احنا بحاجة الى شباب يساعدوا فيها فالمساعدة الظل تطلعوا على القضايا اللي احنا منجابها وتقولوا لا احنا كان من يفترض مقاربتها بطريقة مختلفة كانتوا وجدتوا حل الله يعطيكم العافية بس احنا عنا حلول اخرى منفكر فيها ونجتمع ونناقش فيها وايضا الجانب التنفيذي لانه بالاخر كلنا بدنا نشوف شيء على ارض الواقع الرزاز اكد ايضا على ان التوظيف بالقطاع العام محدود وان الحكومة ملتزمة بوعدها بتوفير 30 الف فرصة عمال خارج القطاع الحكومي بهاي الفترة بالتحديد شايفين الشباب اللي عم بمشوا بطلعوا من مدينتهم من قريتهم بقول لك انا بدي اصل لفرصة عمال هذول الشباب مش بس احنا مش غايبين عن بالنا احنا يمكن هاجسنا الاول هو هذا الموضوع موضوع توليد فرص عمل للشباب والشابات وتوفيرها الهم اهم اشي في عالم اليوم وانا ما بحكي على الاردن فقط كل العالم بقول لك اول فرصة عمل بتحصل عليها فرصة انك تشتغل اشتغل في اي مجال كان وفي اي راتب كان طبعا احنا ما منسمح يكون تحت الحد الادنى للاجور ومنعرف انه لحد الادنى للاجور لا يكاد يكفي الواحد مواصلاته ويمكن اجر التليفون وان شاء الله ما يكون ايش بدخن بس ودخان اذا بدخن واحنا وعدنا وما زلنا عند وعدنا بتوفير 30 الف فرصة عمل بس مش بالحكومة في قطاعات زي القطاع الصناعي زي صناعة الملابس السياحة الفندقة الانشاءات الاسكان الزراعة الرياض الاطفال والحضانات النموذجية والقطاع الصحي واقطاع الاتصالات هاي القطاعات اللي رح تستوعب العدد الاكبر من شبابنا اما الشباب اصحاب الفكرة والمشروع يؤمنون باهمية تفعيل دور الشباب سياسيا بمختلف مناطق المملكة مشروعنا بشكل اساسي معني بالتمكين الشبابي بالناحية السياسية والعمل السياسي وهي فرصة لحتى احنا نوصل لكافة الفئات الشبابية في المجتمع الاردني طبعا شباب عم نحكي عن شباب الاناث والذكور لكل شخص من عمر 18 لعمر 35 عام لحتى نأمن لهم فرصة لحتى يدخوضوا العمل السياسي مشروعي نقسم من المرحلتين المرحل الأولى ترتبط باعداد وتمكين عدد من القيادات الشبابية وتأسيس اكاديميات سياسية داخل المراكز الشبابية التابعة لوزارة الشباب والجانب الآخر يعنى بإيجاد برلمان ضل وحكومة برلمانية شبابية تعنى بتقديم أوراق سياسات ومقترحات لمصنع القرار سواء كان البرلمان أو حتى مجلس الوزراء وحضر اللقاء كل من وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الثقافة والشباب ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية رامل عيسى الحقيقة الدولية